موسيقى مساءكم خير أهلا بكم في التاسعة وأعتقد أنه بعد أسبوع من رمضان 2022 يمكن معالم كتير اتضحت في الأسبوع الرمضاني الأول منها اعتدال الجوش وقت حاجات زريفة كده وهدوء واستقرار عام لكن من أهم الحاجات اللي نقدر نقول أنها عنوان كبير موضوع الذائقة العامة بالذات وإحنا بنتكلم عن الدراما في رمضان فكرة الذائقة العامة دي فكرة كانت غيبة عننا لسنين طويلة تحديدا من وقت اللي فينا لحقوا وتابعوا وعاشوا وتربوا على دراما أسامة أنور عكاشة والزمن ده وفكرة أن المصريين كلهم يسمعوا نفس الحواديث والحكايات المبادئ اللي كانت مصر كلها بتتكلم عنها من خلال مسلسل أو عمل درامي نقول أنه الذائقة العامة دي بترجع لنا مرة تانية بواحد من أهم المسلسلات السنية المسلسل اللي على مدى ثلاث سنوات قدر أنه يعمل الحرقة دي يوحد الذائقة العامة يجمع المصريين أنهم في وقت واحد يشوفوا حاجة واحدة ويتأثروا وينفعلوا بعقيدة واحدة يمكن مسلسل الاختيار واحد واثنين كان مودينا معاه في السكة دي لأنه فتحانينا على حقايق أعتقد أنه معظمنا وكناش متخيلين تفاصيلها بالشكل ده قصص شهدائنا وبطولاتهم كنا نعرفها لكن مكناش نعرف تفاصيلها الاختيار السنة دي أو القرار يمكن رجعنا نفتكر تفاصيل إحنا كنا وكنا ومازلنا جزء منها عشان كده أنا شخصيا بعتقد أنه الاختيار السنة دي من أصعب التحديات ومن أصعب الأجزاء في الاختيار صعب طبعا لأنه بيخليك تشوف الصورة الكبيرة اللي أنت عشتها وتمتحن التحديات من زاوية تانية بيخلينا بلا شك كلنا كمصريين نمتن لربنا أولا ولكل شخص كان ليه دور في استرداد الوطن اللي اتخطف بلدنا اللي اتخطفت لكن محدش أبدا قدر أنه يهنها بلدنا اللي نقدر نقول أنها في لحظات معينة اتسرقت لكن محدش قدر يمتلكها السنة دي الاختيار صعب صعب لأنه هيزعل الكرهين لأنه في طول الوقت ناس كرهننا وكرهن لنا الخير ولسه موجودين لسه مستخبين وصينا صعب لأنه هيصح جواهم إحساس حقيقي بأنهم اتهزموا فهيحاولوا تاني وده بيحصل وهيفشلوا تاني احنا متأكدين كده أنه لو الدولة كانت في الاختيار أو اللي احنا بنشوفناه على الحقيقة مش في المسلسل لكن في الواقع لو كانت دولة كانت اختارت أنها تتعامل مع شوية المرتزقة اللي كانوا موجودين في الشوارع اللي كانوا يتحركوا في الشارع بس وكانت ثابت رؤوس الأفاعي كنا زماننا لسه في نفس الفوضى كنا هنفضل سنين وما كناش هنخلص لكن الاختيار كان بيقولنا إجابة مهمة جدا أعتقد أنها مهمة لنا حتى في التعامل مع كل محاولاتهم لتفشلنا أنه الإجابة هي دولة القانون أنك تحيي وتقيم دولة حقيقي مبنية على القانون والاختيار بيقولك كمان أنه الإجابة هي تجفيف المنابع أنك ما بتتعاملش مع اللي في الشارع ما بتتعاملش مع المؤذي والإرهابي ورغم أنك بتتعامل معاه طبعا لكن أنت بتدور طول الوقت على أصل المشكلة عشان كده بعتقد أنه في كل مرة يحصل فيها مقاومة من الباقيين من الغاضبين من اللي إذا أعلنين من اختيارنا أيا كانت أساميهم كل مرة تغضب من تصرفات غدر تصرفات استفزاز من هؤلاء الموتورين افتكر أنه اللي لينا في بلدنا كتير وإحنا شفناه وعشناه ووثقناه في أعمال درامية عشان نفتكره ونرجع نفكره لولدنا اللي لينا في بلدنا كتير وافتكر كمان أنه الاختيار أننا نقاوم وأننا نتوحد ما نتفرقش يعني اللي يستغل أي موقف أو أي فكرة أو أي موضوع عشان يقولك اغضب من بلدك يبقى بيخسرنا كتير لكن غضبنا يتوجه في السكة الصحة ده الاختيار والقرار أننا نكمل ما بدأناه بدون أي معطلات متأكدة جدا ودي مقدمة بسيطة جدا عشان عايزة أقول لكم النهاردة حلقتنا القصيارة جدا في التاسعة هنتكلم النهاردة عن اختيار المصريين اختيارنا على الأرض واختيارنا الدرامي اللي احنا بنشوفه كل يوم واللي بقى جزء من طقوسنا الرمضانية اليومية النهاردة يكون عندنا حوار سريع لكنه مهم جدا عن اختيار ثلاثة بسرعة خاليني أشارك معاكم كمان النهاردة تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الانشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى والرئيس كالعادة نزل واطمأن على العاملين في المواقع المختلفة وتكلم معاهم عن سير العمل سمع لهم وتكلم معاهم وهناهم بشهر رمضان المعظم زيارة يوم الجمعة لرئيس السيسي في الغالب بتبقى لتفقد المحاور واللقاء بالناس في الشارع رئيس زار النهاردة العمل في محور جهان السادات اللي بيربط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس وحتى طريق الأوتوستراد وأعمال إنشاء محور حساب الله الكفراوي اللي بيربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات وكمان المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسى اللي بيربط بين حي الأسمرات ومناطق شارع القاهرة والقاهرة الجديدة بسرعة قبل ما ناخد من وقت حضراتكم كتير هنروح لفاصل صغير وكمل مع حضراتكم التاسع مساءكم خير وما زلنا النهاردة أو النهاردة على مدار اليوم إحنا بنتقابل وبنلتقي مع الشخصيات من العمل الأقرب إلى المصريين السنة دي واعتقد على مدار سنوات كتيرة بس السنة دي كان فيه الحقيقة مفاجآت كتير من أهمها ومن أكبرها هو جمع كبير من النجوم مش قادر أقول مباراة فنية لأنه هي الحقيقة كانت تحدي كبير لكل النجوم اللي كانوا موجودين والاختيارات كانت موفقة بشكل كبير لأنه قرب الشخصيات القرب الزمني للأحداث بيخلي الموضوع صعب جدا ويخلي الفنان اللي بيجسد الشخصية لازم يبقى مثقف كفاية مش بيقلد بس لكنه مثقف كفاية لأنه يقرأ تفاصيل وكواليس الشخصيات واحد من الفنانين اللي مش بس مثقف في تشخيصه للشخصيات لكن هو مثقف بشكل عام يعني الشخصيات لما بتابعي حوار لي بقول فنان مثقف عنده وجهة نظر هو الفنان هشام اسماعيل اللي قام بدور شخصية القيادة الإخواني محمد البلتاجي اللي موهوب في كل حاجة كالعادة يعني دائما كانت شخصية مفاجأة في طريقة أداءها وتشخصها لكن كمان مفاجأة أنه هشام اسماعيل الكوميديان العظيم يعمل شخصية بهذا الثقل في الأداء احنا مبسوطين أنك معينا النهاردة مساء الخير عليك الفنان هشام اسماعيل أهلا بيك مساء الخير يا فندم مدان دي نزار حضرتك ومتشكر جدا على الكلام العظيم ده يعني على رأسي من فوق الله يكالترخيرك وكالترخير البرنامج كله على الكلام الجرميل ده لا مستحقة جدا وعشان كده عايزة أبدأ وأسألك من النقطة الأصعب تحدي أنه الشخصية لسه قريبة من أذهان الناس والأحداث لسه قريبة تعاملت معي ازاي أو تناقشت فيه ازاي حتى مع مخرج العمل بيتر ميني حمدام حضرتك يعني قلت الكلام العظيم الجميل ده بيكون على مستوى الحدث وقول لك كلام يارب يكون كويس وكبير يعني أنا من المتأثرين جدا بالنجوم العالميين ويمكن ده لسه ما ظهرش بشغلي بشكل كافي يعني بيظهر بشكل قليل شوية لما بيبقى فيه كاركتر صعب أو فيه شخصية حتى لو كوميدية فيها تفاصيل أو فيها أبعاد يؤسفني أقول لك أن معظم الحاجات اللي بتعرض عليها طوال 12 سنة احتراف يعني منذ بداية العمل في المطير أنت مع أستاذ أحمد ميكي وأستاذ أحمد الجندي ما يؤرض علي بيعملني كاكوميديان خفيف تعالي أقول إفهن له طافه كده وإنت يعني دمك خفيف مش بطال يعني يجي منك وكده فهتقول إفهن له طافه الدنيا تعد بينما أنا بأبرع لما تديني دور فيه تفاصيل وفيه عقد يعني أبعاد أخرى غير اللي الواحد شايفها من الورق ده كان ربنا يعني بيرزقه لي في أعمال كتير زي مثلا الكبير الشخصية لها أبعاد يتبدو فزع لطيف وغفير وكده ولكنه مش كده هو راجل له أبعاد وله فلسفته خاصة وله زكاء وله قدرته على التعامل مع الكبير غير مرات الكبير غير أشرف يعني له فلسفة في التعامل ده دم الورق فأنا اشتغلت على فكرة إن في شخصية حقيقية وبتأثر جدا باللجوم العالميين يعني بشوفهم دائما عادة يعني بيزبت 99% لما حد بيعمل شخصية حقيقة بيأخد أسكر يعني حتى ولسفة سنة دي نفس القصة لما عمل أبو سيرينا وابين سيرينا يروح إيه؟ سوري عايزة أفهم الحتة دي بقولي عادة النجوم العالميين لما بيعملوا شخصية حقيقية في فيلم يعني بيأخدوا الأسكر ميرل ستريب عملت دافة ما عملت مارجل تاتشار زي آيرون ليدي أول مرة أخد بالي للربطة دي إيه سر تاي السر إن أنت بره بيدرسوا روح الشخصية بشكل فضيع فمن هنا بتيجي الإيجادة ما بيبقاش شكله الممثل قوي يعني بيبقاش الممثل شبه الكاركتر الحقيقي قوي لكن بيستدعي روحه بيزاكر روحه وتفاصيل شخصيته من جوة فهنا بتيجي البرعة والتقييم إيه دا أنت طلعت وهو بالزبط هنا بقى التقييم إن إذا تستحق تكون أفضل ممثل في هذا الفيلم مثلا فالسنادي الحمد لله ما كان عندي تحدي رهيب طبعا لأن المسلسل ما شاء الله يعني متخم بالنجوم الكبار المسلسل الاستيار وهو تحت الميكروسكوب جدا من جميع المصريين يعني في حيث بيز يعني لو في أزمة ماذا سأفعل وسط كل هؤلاء النجوم يعني فكان علي أن أنا ذاكر الشخصية كويس جدا تفاصيلها النفسية يعني هو بيفكر ليه هو ليه وشه مبتعد هنا هو ليه بيبتسم هذه الابتسامة الجافة هو ليه بيحاول يكون منفعل جدا وعنده البادي لانجوج أو التفاصيل المشاورة والإيديين والحاجات دي زيادة جدا حسب بقى موقفه هو في السلطة وهو خارج السلطة وكده عملت ده وذكرته وتوكلت على الله بالإضافة اللي أنا عندي حظ كويس يعني في الدور إن الشخصية نفسها ليها فيديوهات كتير قد يكون بعض الشخصيات الأخرى في المسلسل ما لهمش دات أو ريفرنس يرجعوله فهميني حضرتك مجرد صور أو أخبار عنهم لكن فعلا يسعدني من حظي برضو أن الرجل كان شبه متحدث إعلامي يعني بيطلع كتير جدا للجماعة وبيتكلم عنهم وعلى لفنهم وحاجات كده وهو يعني كثير الكلام كمان فعنده فيديوهات وعنده قراء وعنده وعنده فذكرت ده ليه هنا بيقول كده إنت ينفعل إنت يعمل وكثفته برضو على قد الدور الدور يعني مش بيطلع طول الوقت في المسلسل مش عايزة دي نفسي أكبر من حجمي لا ما هو ده بحقيقي مش بجامل برضو هي دي الإتقان أنه الدور عمتهاي لي كل الأدوار في المسلسل ما يشمي ساحات كبيرة لكن الإتقان اللي يخليك تقول الله برافو مش نخلينا نحس أنه إحنا بنقلد فلان يعني صحيح في أسد في المسلسل رائعين بشكل مرعب يعني بشكل يخوفك اللي هو معقولة ده نفس الصوت ده نفس الشكل ده نفس المسيق في أسد عاملين أداء رائع رائع لدرجة أننا بقيت بقى يعني إيه مرعوب هروح فين وسط الضحمة دي بس الحمد لله رب العمين ربنا كان رايتلي لأن أنا دايما عندي إصرار على الاختلاف يعني دايما عندي رغبة في الاختلاف لما أطلع كوميدي جنبه نفسي بحاجة تانية تراجدي ربنا رزقني السنة دي بحاجتين كمان جنب الاختيار اللي هو الكبير وأحلام سعيدة فالناس سهمت التنوع يمكن لو كنت طلعت بس شخصية محمد البلتاجي لوحدها ما كانوش حادثه لكن شافوا إيه ده إيه ده اللي بيعمل فزاع هو اللي عمل ده هو اللي عمل الثالث ده الرجل الطيب اللي مش عارف زي في أحلام سعيدة فاللعبة ظهرت تكشفت أن أنا عندي ده وده وكل يعني دايما في كل الحوارات بقالي سنين يعني بيجي لي حالة من الغضب ما كتبون بس بحولها للدعابة يعني لو أنا مش بمثل كوميدي بس أو مش بمثل فزاع بس أنا ممثل كل الأدوار أنا عشان كده أصدت أقول والصبر جميل أنا عشان كده أصدت أقول أنه فنان مثقف لأنه بعض يعني اللي بيفهم اختياراتك وطريقة أدائك في العمال المختلفة يقدر يقول خلفية الدراسة والمذاكرة والشغل أخيرا عايز أسألك على المكياج بقى بتاع العمل كله وتحديدا الشخصية اللي انت كنتم بتمثلها الشخصية إخويني محمد البلتاجي احكيلي عن التفاصيل دي بتترسم إزاي هي فعلا أنت برضو قلت إحنا مش نفس الشبه يعني الشكل حتى واللي يمكن البنية الجسمانية لا مش بالزبط فظبطت قوي كده إزاي في المكياج هقول لحضرتك هو زي أنا دايما بقولها لأصدقاء المقربين لما مثلا كنت مرة بحضر شخصية الزعين جمال عبدالناصر في مسلسل الجماعة الجزء الثاني وعملت الميكب بقيت تبكا منه والصورة موجودة تبكا هو يعني تقولي دايما عبدالناصر فيقول لي إزاي تبتشبه هو بالزطف ولو ملأ هو مش موضوع شبه هو وموضوع مكياج داخلي يعني الميكب أو المكياج بيشتغل من برة بيقرب أقصى حاجة ممكنة هو الرجل مثلا الشخصية حواجبها تقيلة فيتقل حواجبي مثلا ممكن أنفو أطول سنة فيعمل لي تفاصيل في المناخير تخليها حدة شوية لكن يظل المكياج الداخلي إحساسك أن أنت لازم المبكس في المراية لازم تقنعي نفسك من جوه أن أنت نفس الشخص ممكن أكون أنا مليان أكتر أو أنا مليت أكتر عن الكاركتر لكن مش هديك الانطبع ده وأنا شغال لازم أحسستك أن أنا حركتي أخف وإيدي بتتحرك أسرع ومتعلاتي مش عارك إزاي الفكرة أنك لازم تبص في المراية تقنع نفسك أن أنت الشخص ده وروحك هي اللي بتبص من عينيك إنما تبص في المراية تقولي أنا حاسة أن أنا مش أنا تبص كبني آدم كمواطن إنسان يعني يبص يقول إيه ده أنا حاسة أنه مش أنا أنا تعبان أنا مرهق يبص في المراية ألاقي نفسه مش هو رغم أنه هو نفس البني آدم أنا لازم أبص من عينيه من عينيه أنا أشوف الراجل نفسه تشوف الشخص أه فأنا عملت ده أما بص في المراية ألاقي محمد البيتاج يعني بحث ما لما اللي يتفرج علي لازم يحس أنه ده عمل بكيومنتري وطائقي اللي بتكلم مش مش مسلسل درامي لا شوفني تقول ده حاجة حقيقية وإلا حنفقد مصدقيتنا لو ما كنتش حقيقي لأقصى مدى يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا الفنان الجميل المتميز والمتنوع جدا أستاذ هشام إسماعيل اللي بيمثل واحدة من الشخصيات الكتير المميزة في عمل يعني هي التحدي في الشطارة في أن كل الناس تبقى بنفس المستوى أو بتبقى بتتبارف في مستوى عالي جدا في منطقة تانية من إيجادة الأداء الفناني شام إسماعيل قال حاجة مهمة جدا نسمع المكياج الداخلي والمكياج الداخلي ده بالمناسبة دايما مش بس للممثل بيتعلمه لكن لأي شخص في الحياة العامة فهي فرصة لذيذة أن احنا نتكلم عن ده إنه لو عايز الناس تصدقك لازم من جواك تبقى صادق ولو عايز الناس تتفاعل معاك لازم من جواك تبقى متعاطف معاهم بجد وفكرة التفاصيل الداخلية للبني قدمين وإزاي بتبني على وششهم دي كنز يعني إن شاء الله يبقى في وقت نقدر نتكلم عن ده لكن أنا مبسوطة إن احنا بنسمع ده من فنانينا وبنسمع ده من نجومنا لأنه الموضوع في حقيقي شغل وفي تقدير حقيقي للأدوار اللي بتتعمل وللشغل بتعمل بإيجاد عشان بعد كده احنا بدأنا الحلقة قولنا إذا إيقى الفنين عشان بعد كده لما نشوف حاجة وحشة نعرف نميز إنها وحشة ولما نشوف حاجة مبتذلة نعرف نخصمها نبعد عنها ما نبقاش تاني كمجتمع بنطلب الوصايا الفنية على أي حاجة بس نبقى قادرين إحنا نختار وندوق ونفهم الصادقين من المزايفين في كل الحالات بعد دقيقة هنتكلم مع الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين وهنتكلم عن العمل ده العمل اللي وحد المصريين واللي وثق سنين قريبة جدا من حياة المصريين إزاي التحدي ده صعب وإزاي التحدي ده كان مهم وكنا نحتاجينه بعد فاصل قصير حلقات رمضان قصيرة وسريعة لكن مش هنقدر نقوم إحساسنا أننا عايزين ناس قال شوية أسئلة لناس فاهمين في الصناعة وفي النقد الفني عشان نقول الانتقادات والإشادات الشديدة بأي عمل فني ووضعها إيه من الإعراب الاختيار الثالثة واخد النصيب الأكبر من الإشادات لكن كمان في أسئلة تخص أنه هو ده التوقيت هو كان مفروض نعمل كده ولا لا بس خلونا نسأل ونرحها بالأول في البداية بضفنا الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني الأخرام أهلاً بيك أسر أهلاً وسهلاً أهلاً كمانت بألف خير وأنت طيبة وكل المشاهدين بخير في الأول على طول هسأل حضرتك عن فكرة أنه الوطن العربي العمل الأعلى مشاهدة في الوطن العربي هو عمل يخص أحداث مصرية داخلية تفاصيل تخصنا المتش اللي احنا كنا فيه كل حاجة أحداث مصر المصيرية ده سلاح ذو حدين ولا ده قوة ناعمة عظيمة ما تنسيش حاجة أساسية مركز السقل في المنطقة العربية هو مصر وما يحدث في مصر على طول بيسمع في كل الأقطار العربية والاختيار تحديداً بيناقش فترة صعبة جداً في تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي فمن هنا كل الناس عاشت الفترة دي لأنها قريبة احنا بنتكلم في سبعة تمان سنين لكن احنا شفنا جزء من الصورة على الشاشة واحنا بنتابع الأحداث لما كانت خبر لما كانت خبر الأهم بقى إزاي نشوف الكواليس فمن هنا بيبقى التركيز على هذا المسلسل في المشاهدة بياخد أعلى مشاهدة دي مفاجأة أنا مش بس مصر لكن الوطن العرب بياخد أعلى مشاهدة وكمان ايه الناس قاعدة اه أنا حضرت الموضوع ده التفجير ده حصل جنبي مش عارف مين المظاهرة دي عدت من قدامي أنا كنت فيها أنا كنت فمن هنا أهمية هذا الحدث إن تمانين أو تسعين في المية من المشاهدين عاشوا صوت وصورة وأحداث هذا المسلسل واللي ما حضرهاش لايف كده على يعني حضرها جوه الميدان والشوارع والحاجات دي حضرها على الأقل عن طريق الشاشة حتى في الوطن العربي وبالتالي الزورة الثانية دي مهمة دي موجودة بشكل كبير جدا على هذا الأساس ده يفسر لنا إن الاختيار واخد أعلى نسبة مشاهدة مش النهار ده على مدارة ثلاث أجزاء بالضبط الجزئين اللي فاتوا والجزئين الجزئين اللي فاتوا كان لا خلاف إننا متوحدين مع حالة إنسانية قيمة مع فكرة الاستشهاد والشهداء وفكرة التضحياء يعني هو الموضوع ما كان لا خلاف عليه النهار ده وإحنا بنوثق مرحلة قريبة جدا وبنوثق بشخصيات عيشة موجودة بنا حضرتك ما كنتش شايف مثلا قبل ما تبدأ حتى أحداث المسلسل وده خطر جدا يعني كنتش شايف مع الآراء اللي بتقول لا ما بلاش نوثق أحداث والناس لسه موجودين معنا في حاجة جميلة جدا احنا بنكلم على جزئين فاتوا كان فيهم دراما وفيهم شخصيات موجودة في الحقيقة ولكن ليها حياة توحدنا معاها وشفنا ما يحدث ولكن الجزء الثالث الدوكيومنتري فيه أعلى جدا التوسيق للحدث أعلى وهو تصنيف الاختيار الثالثة دوكيو دراما دوكيو دراما يعني دوكيومنتري أكتر كمان من الدراما وده اللي مخلي نسبة المشاهدة كمان أعلى من الأجزاء اللي فاتت ليه لأنها فيها صوت وصورة لشخصيات حقيقية أثرت في تاريخ مصر بالسلب وبالإيجاب لاتنين فمن هنا احنا بنتكلم على سبع تمان سنين السبع تمان سنين هل هم مدة كافية إن أنا أظهر الحقائق بعض الدول في الحروب تحديدا بتعمل خمستاشر سنة وعشر سنين وثلاثين سنة زي إنجلترا ولكن احنا بنكرم على أحداث احنا حضرناها ليه لا طالما فيها توسيق وديكيومنتري صوت وصورة ليه ما طلعاش للحقيقة وده جزء مهم جدا من دور الدراما ليه لأن هتسمعي كلام كتير جدا هتسمعي تشكيك كتير جدا طب تعالي تعالي أنا هواريه بري الصوت والصورة من الوثائقي اللي عندي الوثائقي اللي عندي شكك فيه بقى يعني أنت لما بتشكك إن أنا كاتب حاجة غلط طب قولي الصوت والصورة بتاعت الناس دي وهم بتكلموا وبتكلموا ازاي هل أنا زورتها ما هنا التوسيل الجلح من شغل الدراما ما خلي ما فيش تشكيك على قد ما فيه انبهار بالتفاصيل العميقة بقى اللي احنا ما كنا نشوفها ما هي دي بقى ومناسبة التفاصيل العميقة ودلوقتي شخصية الفنان ياسر جلالي بيقدي شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي شايف إنها جرأة من الاتنين من الفن إنه يطرح شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ربنا يدي له الصحة والطولة العمر ما زال في السلطة وجرأة من الرئيس نفسه شفت إنها عاملة إزاي؟ لو جينا نتكلم على النقطة دي التحديدة أنا نليها لأول مرة في العالم العربي والعالم الثالث بالكامل إن فيه عمل درامي يناقش ويجيب صور شخصية رئيس جمهورية صوت وصورة من لحم ودم على الشاشة بجدهي لأول مرة لأول مرة إن رئيس موجود في السلطة دايماً كنا بنقول رئيس سابق ورئيس راحل ومش عارف إيه لكن إحنا بنتكلم ودي خطوة مهمة جداً في الدراما نيجي بقى للممثل اللي هيمثل هذا الدور الشطرة واقع هل هيقلد ولا هيهدم الشخصية كنت حدثك الفارق ما بيلي اتنين كبير نعم التقليد دايماً بتبقى الناس خسابيه وخطر والتقليد يسير الضحك يعني أنت لما تقلدي حتى لو بتقلدي مشهد درامي في النهاية ممكن الناس تضحك ولكن في مدرسة في التمثيل إزاي أنا باخد الشخصية أهدمها ولبس الشخصية فتبقى نفس التصرفات نفس الإيماءات نفس النظرات حتى تون الصوت ومن هنا قدر أقول أن ياسر جلال كان بارع جداً جداً واللزمات المحببة عند الناس يعني هو شهدت رأيس ليه كم لزمة في الكلام ما هو بالتأكيد والناس بتحبوهم فهو باستخدامهم حلو قوي الصعوبة أن احنا بنتكلم على شخصية بتظهر يومياً على الشاشة في نشرة الأخبار في غيره في غيره فالناس حفظة يعني حركة إيد الرئيس نظرة أينه إزاي ياسر جلال قدر يجبها لأنه هو لبس الشخصية بالزبط فنجح فيها نجاح كبير ودي كانت الخطورة أنه هو ينجح بالكامل ييفشل فشل كبير ولكن نجح نجاح كبير ودي كانت لأول مرة في العالم التالت يزهر شخصية رئيسه هو في السلطة بزبط طيب ده توثيقها كمان زيادة عن التوثيق اللي نعلم طيب عندي سؤال عن عدد الهائل من الفنانين اللي في عمل واحد مش عايزة أسأل عن إدارتهم لأنه بالتأكيد هم نتكلم مع فريق متميز واخر الجميل الجميل وأثبت نفسه يعني بيتر ميمي لكن العدد الكبير ده بيبقى خطر على العمل أحيانا يعني إزاي في الاختيار إحنا رايحين في الحالة العظمة دي في الأعمال الدرامية بيبقى في بعض الخلافات في الدور ده لازم يكبر شوية ويقل شوية وفي تنافس أنا حسنا للناس فيه ناس بتتلع أدوش طغير جدا ولكن إحنا بنتكلم على الدراما توثيقية فالشخصيات معظمها حقيقي وتصرفات الشخصيات موجودة وبياخد مساحته النسبية بياخد المساحة النسبية بالإضافة أن أنت تتكلمي على عمل وطني لأن دي دراما وطنية فما فيش حد هيقول لا أنا أكتر لا أنا تضيفولي مشاهد لا كل واحد بطل في دوره حتى أن أنا عندي ثلاث نجوم صف أول في السينما الثلاثة موجودين الثلاثة زباة الحلوين بتعني واللي تفوق عليهم ثلاثة تنين يعني عندي ياسر جلال عندي خالد الصاوي عندي أستاذ عبد العزيز مخيون دول بالنسبة لحضرتك النجوم الاختياري لحد درواسيك دول النجوم الأصعب الشخصيات الأصعب ليه؟ لأن أحمد السق أو أحمد عز وكريم عبد العزيز بيجسدوا شخصيات إحنا مشوفناهش في الحقيقة فيقدر يشتغل زي ما هو عايز لكن التلاتة التنين كل واحد بعمل شخصية إحنا شايفينها وعارفينها وحفظينها حتى مرشد الإخوان وهو بلبس الطائية بتاعته والنظارات أستاذ عبد العزيز مخيون عملها من طراز غير طبيعي خالد الصاوي في التجهم بتاع الشكل وهو بتكلم عن خيرة الشاطر أنت بتحسي أنت شفت الشخصية دي فعلا شفتها قبل كده صوت وصورة طبعا إحنا تكلمنا على ياسر جلال فهنا في مباراة تمثيلية بس كل واحد في دوره هم ما بيتنفسوش مع بعض عجبني جدا تحليلك للعظم اللي احنا شايفينا عندي سؤال يعني سابق الوقت الدراما التوثيقية للأحداث الوطنية خلاص إحنا ما فيش حد فينا يختلف على أهميتها ما بعد الاختيار ثلاثة نعمل إيه أو ننصي أعمال الفن أنا بشوف مثلا إني ممكن ده رأيي شخصي أنه أمريكا عملت زارعة الانتماء بفكرة القوة فعملت دراما وطنية بفكرة القوة والسوبر باور والحاجات العظيمة دي احنا بقى عشان أغنية بالقصص والبطولات عملنا دراما وطنية بشكل تاني للأجيال الجاية تعمل دراما وطنية تنسى حضرتك بإيه تتمنى الفن يعمل دراما وطنية هذه بانت من نقطة مهمة جدا في فترة الخمسينيات كان الرئيس الهندي جواهر لعلى النهرو لما تسأل مرة عن أمريكا وقالوا له ده بطل قال لهم هي سحرة العالم بهوليود طبعا بنت شخصية موجودة للهيرو الأمريكي بشكل كبير جدا إحنا عندنا لو جينا نبص ورانا كده السنين اللي فاتوا من دموع فويون وقحة ثم رقفة الهجان ثم حتى الآن إلى الاختيار هنلاقي أن هذه الأعمال البطولات الحقيقية بتزيد عند الشباب روح الوطنية دي مش مصنوعة بقى دي موثقة لا دي مش مصنوعة دي موثقة ليه لأن إحنا بنتكلم على بطولات حقيقية حدثت وموجودة وليها أرشيف في التاريخ فإحنا محتاجين كل فترة إن إحنا نطلع هذه البطولات ليه؟ لأن أنت عندك فترة طويلة ما كناش بنعمل الأعمال دي الشباب راح لحاجات كتير بعيدا عن منطقة ايه؟ الوطنية الكبيرة بيبحث عن بطل ووقع ففخ إنه يقدم لي طول الوقت إن الشارع المصري شارع عشوائي لا والشارع الشعبي يتقدم عشوائي ما يتقدمش شعبي يعني قصد إحنا تزيفت برضو الواقع المصري تزيف شكل البطل شكل البطل راح للبطل العشوائي اللي بيأخذ حقه بإيده لا إحنا في دولة قانون عندنا أبطال في كل حاجة وعندنا أبطال وعندنا ناس بتستخدم عقولها فدول المفروض يكونوا مثلا أعلى عشان كده من بداية الاختيار لما كنت بيتلاقي الأطفال مثلا وتسأليهم عايز تطلع إيه لما تجبر يقول لك أنا عايز أطلع زابط طب أنا أقول لك حاجة بقى بنتي بتقولي أنا عايز أشتغل في أمن الدولة باي سجل الحكاية إذن الأجيال اللي كانت قابلنا كانت تخاف من الكلمة دي إذن الدراما ليها أساس موجود إن هي بتنمي الروح الوطنية وتحافظ على التاريخ وده دور القوى النعمة كيفية استخدامه إحنا لسا نتكلم على أمريكا أمريكا قدرت تستخدم القوى النعمة وتسخرها لصلاحها ليه إحنا وإحنا عندنا المجال الكبير في الدراما في المنطقة العربية ليه إحنا ما نعملش كده ونسخر هذه القوى النعمة لصالح البلد مش لصالح فر أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا الفقرة سريعة لكن مكثفة ومليانة تحليل عظيم وراقب أشكرك جدا النقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين نورتنا شكرا دي شكرا دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة ورمضانكم كريم وبألف خير وما تصدقوش أي حد يحاول يشكك فينا إحنا أو يشكك في أنه إحنا صف واحد هيغضبه وهيضايقه وهيزعله وهيستاءه من أي حاجة متوحدنا لكن إحنا على قلب واحد إلى يوم الدين إن شاء الله أراكم إن شاء الله على كل خير